إليكم طريقتين لقول هل يمكنني مساعدتك بالإجليزي هنا يمكن أن نصغر نطقها فنقول فقط وهذا ما يسمى بweak form أي هل يمكنني حرف H ننطقها كأننا نهمس ليس help بل help you can I help you والطريقة الثانية هي can I give you a hand can نفس الشيء نقوم بتقليص نطق can فتصبح can I can I give you a hand ترجمة هذه الجملة حرفيا هي هل يمكنني أن أعطيك يدا لكننا نستخدمها مجازيا لأن هذه الجملة Irym أي تعبير مجازي وتعني هل يمكنني مساعدتك can I help you أو can I give you a hand ولتعلم المزيد في اللغة الإجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر